اشتركوا في القناة اذا هيا الى الشمال الى اوروبا الى باريس برج ايفل والفطار تمهل يا فتى هذا ما يتوقعون منا فعله لكننا سنتاجه جنوبا جنوبا لا يوجد هناك سوى الغابة تماما تماما لن يبحثوا عنا هناك ولماذا لن يبحثوا؟ لاننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة انت عفقري يا هوف لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا هل نحن أثناء؟ اجمع فرقة من الجنود هل سنلاحقهما؟ انهما مجرمان يجب ان اقدمهما للعدالة علي ان اطارضهما في اي مكان في العالم ثم وجه القرصان الشرير بلاد بيرد سيفه نحو الملازم مينارد واجبره على الوقوف فوق حافة السفينة تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة اطلق القرصان ضحكته الشرير توقفي توقفي هذا مخيف لم اعد اتحمل توقفي ما هذا؟ انت الذي اخترت هذا الكتاب اعرف لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا كان يجب ان يضع تحذيرا عليه حسنا لهذا يجب ان لا نحكم على الكتاب من الغلاف وكيف نحكم عليه اذا؟ اه بالطبع من محتوى وينطبق هذا على البشر ايضا لا يجب ان تحكم عليهم بالمظاهر فقط علينا ان نعرفهم اولا هذا صحيح هل وصلنا القراءة؟ هزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهناء معا في المرة المقبلة ساقطاره انا اذا فقد ذهب القرصان الى السجن اليس كذلك؟ لم يراه حالته؟ لم يفرج عنه؟ صحيح؟ اعتقد اننا في امان هنا بما اننا بعيدون عن المجرمين هذا يكفي لن اتمكن من الاستمرار اذهب انت من دوني كما تشاء اذهب من دوني نعم اذهب من دوني لا استطيع فالقيود تربطنا سويا نعم نعم لا بأس ساذهب انا من دونك نحن احياء احياء اموات اموات حركات بهلوانية رائعة نعم انت بارع في الارجحة يا فتاة سيدي انا هوفت وهذا هيوغو كيف حالك؟ مرحبا؟ لا يفهمني مرحبا؟ يا رجل الغابة هل تفهم ما اقول؟ انا ترى زعم انه يتكلم يبدو ان معنا رجلا رياضيا يسعدني انك لا حق ليس انت ايها البدين لستم بريطانيين صحيح؟ لا يا فتاة الغابة لا نحن امريكيان امريكيان حتى النخاع طعام شهي تتذوق؟ لا شكرا انت متأكد انهم ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرد ليس قرصانين انهما امريكيان حسنا اذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي الي باكيا اذا انتما من الجيش الفرنسي اليس كذلك؟ بلى كنا ثم استطعنا ان نهرب منهم هربنا من الحياة الشاقة في الواقع نحن نسنا بجنديين فعلا؟ فعلا؟ لا لا نحن عميلان سريان نتظاهر باننا جنديان وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة نعم من الفرقة الرثة نحن في مهمة رسمية مهمة نعم حقا؟ ما هي المهمة؟ مهمة سرية بالطبع نعم لا تنسى اننا عميلان سريان أليس كذلك؟ نعم بالطبع أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط هذا؟ حسنا هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة هذا إنه سوار الشفرات نعم صحيح يا هيوكو صحيح معذرة لقد أثقلنا عليكم كثيرا والآن قد حان وقت الرحيل نعم حان وقت الرحيل شكرا على مساعدتك يا طرزان أعتني بنفسيكما بالتوفيق هاي انتظر انتظر لحظة يا طرزان طرزان هل أنت محل ثقة؟ من بالطبع؟ إذن اسمع فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية سرية للغاية أعني نحن أيضا لا نعرفها وما هيها؟ أنصت يا طرزان إن مهمتنا في خطر كبير ها هو السبب بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات تماما مكان ننام فيه نصف اليوم تقريبا ومكان نأكل فيه التواجبات في اليوم ومكان لغسيل ملابسنا ونفضل أن يكون الصابون ناعمة نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسنا لماذا لا تبقياني هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ تبقى هنا معنا هذا مركز العمليات فكرة رائعة يا ترى زان فكرة عبقرية بالفعل حقا أنت عبقري مثل أينشتاين إنك تصلح أن تكون عميلا سريا ناجحا مثلنا تماما حقا؟ أحسنت لن أكلها ليست نظيفة هل تعرفين؟ سيبقيان هنا؟ معنا؟ إلى أن ينجز مهمتهم السرية لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ لهم لا يحملان أي تأسلحة انظري كم هما متشكان أعرف أن مظهرهما مسالم هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران لا أثر لهم هنا لا أثر لهم واصل البحث يجب أن نقدمهما للعدالة من هنا تذكروا لابد أنهما مرهقان وجائعان لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة انظروا إلي المزاج مثل العاج هاتي الطعام إنني سعيد أصبح لنا بيت ولا نكدان صار المزاج مثل العاج من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش مع الحيوانات نلعب والخفافيش والمزاج صار كالعاج تسعد عندما تعيش في ارتياح فنحن حقا سعداء نلعب نجري نحو النهري نصح في وقت الأصيل أخبرنا إذا جف الغزيل جربوا خذوا القرار والمزاج صار كالعاج حقا فشلت في الاختيار صار المزاج كالعاج سيصف المزاج من الكروب بعصير ليمون يملأ الكوب إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلابد أنني أميرة أعتذر لي أنني أخفتك كوني حذرة سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر سأكون بخير وحدي شكرا جزيلا يا أنا الكونونال جونستاكي في خدمتك كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة مجرمين؟ نعم إنهما هاربان من الجيش دعني أخم من أحدهما نحيف وضعيف الذكاء والآخر بدين وأحمق؟ هما بالفعل تعرفين مكانهما؟ حسنا لا أريد أن يصاب أحد هنا تقدم ببط ودعني أرى يديك يا طرزان حظ سيء سأقول لك رأيي هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك كل شيء جازف يا فتى نعم هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد تعتمد هذه اللعبة على التركيز صباح الخير يا سادة نعم أهلا يا كولونيل استكيد من فضلك يا كولونيل نحن مزغولون بلاك بيرد بلاك بيرد إنه بلاك بيرد فلتفروا بسرعة اقبضوا عليهم اقبضوا عليهم هناك صوبوا صوبوا احسنت يا رجل تارزان انتظر التلاتة فوق الأول يسارا يميدا يسارا هيا يسارا هو محق أسرع أسرع تاعد عن وجهه أولا يجب أن نسرع خوف تعال إلى هنا المنظر أكثر لقد هربنا بسهولة تارزان أرجوك انتظر أعطني هذه بسرعة من هنا أهرب هل سمعت مطالة؟ هيا بنا انطلاق فلننتظر أهلا بكم تارزان توقف يوغو وحفت مجرمان مجرمان؟ لا إنهما في حقيقة عميلان سريان لا إنهما كاذبان هل هذا صحيح؟ حسنا الحقيقة الحقيقة تكون أحيانا الفكرة غامضة بعض الشيء هل هذا صحيح؟ نعم صحيح نعم نحن لسنا عميلين سريين تارزان انتظر دعنا نوضح الأمر الجنديان هيوغو وحفت سوف أقبض عليكما ثانية للأسف سيتم إعدامكم مرة واحدة تقول أعدام؟ ما الذي فعله لعدامة؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي لقد رفض تنفيذ الأوامر تعني أنهما تمرادة هل هذا يستحق الأدم؟ لقد خالف كلاهما أمري وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة لكننا رفضنا رفضنا عندما يصدر الضابط أمرا فعلى الجندي تنفيذه أنا لم أمر بحرق قرية فيها نساء وعطفاء والآن إذا أذنت لنا سنذهب فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت بعد أن وضعت كل ثقة فيهما لن أثق بأحد أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه سمعت؟ نصف جسمه ترزان بحضت عنك في كل مكان يجب أن ننقل هيوغوهفت فورا معذرة هل تحاولين السخرية منا؟ وضعت ماني في حيرة أليس شريرين؟ لا اتضح في الحقيقة أنهما بطلان ألم تقول إنهما مجرمان؟ مجرمان فعلا لقد ارتكب جريمة بالفعل لكنها ليست كل الحقيقة في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين تعنين الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل ساكي في البداية لم أدرك الأمر فعندما رأيت زياه الرسمية والشراط خدعت وتوقعت أن يكون على حق حكمت عليه من الغلاف إذن نعم أنا مخطئة لم أطبق ما أقوله والآن سيقتل الساكي كلا منه يوجوه لا لن يفعل في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل لكن اخترت أسلوبا سيفكره التاريخ لي هذا كرم منك لكن أرجوك ابتعد عن شعري أعتقد يا هيوغو أنه لن يمس شعرك ولكنه سيقطع رأسينا أنتم لا تفهمون لن أبدو وسيما هكذا هيا تقدما هل لكما أي طلب أخير آمل أن أعيش بقية عمري نعم نعم هلأ أحضرت لي فطيرة فكرة جيدة محل الفطائر على بعد قارة لن تضل الطريق كفا أحضروا هما ستصيبوني بكدمات استعد لتذوق الموت هجوم هجوم انسحاب انسحاب لاسا تيرونيا مارا اع pottery اه 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 اين انا مرحبا ليس سيئا دمرت المكانة واحدة والان اين هيوب وحف؟ لا مجال للعرف ساتخلص منكما بنفسي الم تقل اننا سنحصل على طلب اخير؟ مرحبا يا صديقي البدائي سنحسم الامر رجلا لرجل اه 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 اخيرا التقيت بين الدين سألقي بسلاحي اه اه هيا بنا من اجل طرزان حجور يوجو، هوفت، لا لا تقلق، ستلحق بهما الآن ارموا أسلحتكم! الآن! انتهت مهمتنا في هذا المكان اذهبوا! ارحلوا من هنا سنرحل! قلت إني سأطاردهما في أي مكانٍ في العالم والمهم أنني فعلت طرازان! حمدا لله أنك بخير! ماذا حدث لهوفت وهيوبر؟ لقد رحل في لحظة يؤديان لخدعة الفول السوداني وفي التالية يرحلان؟ ما معنى هذا؟ آه! لقد دخل شيء في عيني هل تسمعون أنا؟ نحتاج إلى بعض المساعدة! فرزان! لا تتركنا معلقين في الهواء! إيوبو! هوفت! ماذا حدث أيها الضخم؟ أين الكولونيل استكيه؟ لقد رحل! ظن أنكما قد مدتما! نعم! حسناً كانت هذه هي خطتنا! نعم نعم! نحن بارعان في وضع الخطط! والآن! ماذا ستفعلاني أيها البطلان؟ لقد قررنا أن نعود للعيش معكم! بالمناسبة! ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة أفضل! سبعة! لم أفز! هذا حظ سيء! لكن كنت أعتقد أن هذا هو الرقم الـ يا بروفيسير لقد حسبتها بقواعد الشتاء! ونحن الآن في الصيف! ما رأيك الآن؟ ممكنهما أن يبدأ غداً! لك أن تتخيل! عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع! عمل؟ نعم! رائع؟ أنا لست متأكداً! أيها البروفيسير! هل أنصحك بما يجب أن تفعله؟ هل أعطيه كل شيء؟ هذا صحيح أيها العقري! فقط لكي تتخلص من سوء الحظ! هيا بنا! أحتاج إلى حظ سعيد مثل المختبرات! ما رأيك؟ لكن الإضاءة ليست جيدة! لست أفهم! لماذا ترسمين ببغاء؟ لأنه كائن جميل! انظري إلى الألوان الزاهية! إذا أردت طائراً اذهب إلى الخارج! هناك ملايين الطيور في الغابة! ليس هذا الهدف يا توكا! فاللوحة تعبر عن نظراتي للببغاء! إنه أسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع! هل نعلقها هنا؟ حسناً! موسيقى أوه! احترس يا طرزان! يبدو أن الشجرة تتتحطم! لست أنا السبب! آه! 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 المترجم للقناة هل سمعتما صوتا؟ أنا لم أسمع شيئا ولا أنا لقد سمعت صوتا ماذا تفعل هنا؟ لا شيء أنا أقطع الأشجار فقط من أمرك أن تدمر غابتي؟ ماركم هو طلب منا قطع الأشجار ليس لي دخل في الأمر لا أريد متاعك خذني إلى ماركم نادي عليه سيد ماركم هناك مشكلة يا والتر سمعت المحركات تتوقف نعم نحن واجهنا مشكلة بسيطة هل يمكنني أن أساعدك يا سيدي؟ خذ معداتك واخرج من غابتي فورا من غابتك؟ هل أنت مالكها؟ الغابة ليست ملكا لأحد حسنا أنت مغطئ في الأمر إنها ملك لبوب ماركم هذه الأوراق تثبت حقي في استغلال ألاف الأفدنة في الغابة أنت تتعدى على أملاكي ولكنني سأكون جارا طيبا ولن أبلغ عنك السلطات هذا لا يعنيني الغابة موتن عائلتي وسوف أحميها أبي أبي أوه يا إلهي ابنتي أبي أصبحت كبيرة من هذا يا أبي؟ حسنا عزيزتي إنه طرزان ملابيتك مضحكة يا سيد طرزان انظر ماذا وجد آه إنها جميلة يا أبي ورائحتها زكية أيضا ادخل الخيمة يا عزيزتي على والدك إناء بعض الأعمال حسنا إلى اللقاء يا سيدي سلام أرأيت يا طرزان لست وحدك من ترغب في حماية أسرتي قال القمر للبطة ليلة سعيدة ونامت البطة الصغيرة في سلام آه كانت هذه قصاتي المفضلة وأنا طفلة أنت لطيفة شكرا يا أبي أنت أيضا لطيفة لا تبدين مثل طرزان تبدين طبيعية لأنني نشأت في إنجلترا لكن طرزان نشأ هنا في الغابة مع الغريب هذا يذكرني بولدة أبي عندما كانت تقرأ لها ثلاثة أعوام مرت على وفاتها ليس لي في العالم سوى أبي لهذا جئت إلى هنا كي أمنحها أفضل حياة بأن تدمر الغابة الطلب على الخشب في تزايد هذا المنزل مبني من الخشب الكثير من الخشب في الحقيقة لست قلقا بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركم وإنما من أسلوبك في الحصول عليه الغابة نظام بيئي قديم ودقيق أي عبث فيه قد يؤدي إلى كارثة حسنا لقد وضعت كل ما أملك في هذا المشروع ولن أتراجع خوفا على النباتات في هذه الغابة أرأيت زهراتي؟ نعم إنها جميلة حقا لكنها بدأت تذبل أعرف طريقة تحفظين بها على جمالها حقا هيا ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب والآن أغلقيه برفق هكذا؟ نعم وخلال أسبوع ستجدينها محفوظة طرزان ألا يمكننا الاتفاق على حل وسط؟ حل وسط؟ نعم دلني على منطقة أقطع فيها الأشجار حسنا كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا أفضل حسنا هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيدا عن هنا رائع رايت لقد وصلنا إلى اتفاق ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه أن يرحل؟ كان حلا وسطا الكل سعيد هكذا لا أفهم أمر الحل الوسط هذا أصبحت متساهلا أكثر من اللازم مؤخرا متى كانت آخر مرة استخدمت هذا؟ أين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الأعشاب الضارة نعم رأيت؟ هذا دليل قاطع على إثبات كلامي أنا وماركام بيننا اتفاق يتوكا كان عليك أن تحصل على اتفاق مكتوب؟ عسنا إلى الخلف يا رفاق ليس لي يد في الأمر لقد أعطانا المدير أمرا بالعمل في هذه المنطقة ننفذ أوامره فحسب ماركام بابي لمن تغسلين أسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتوها بالفعل اغسليها مرة أخرى أريد التحدث مع طرزان حسنا يا أبي أعرف لما جئت إلى اللقاء كان بيننا اتفاق وخالفته إنها مستنقى سيغرقون في الوحل لكن الغورلات اسمع جربت طريقتك لكنها لم تنجح سأفعل ما علي فعله من أجل أسرتي من أجل أبي وأنا سأفعل ما علي أن أفعله من أجل أسرتي أكثر تقنشتها؟ هذا هو طرزان الذي أعرفه أرى جرافتين فقط لن نؤذي أحداً صحيح لا سنمنع هذه الآلات من إحداث المزيد من الأضرار تعني نحن ضد هذه الأشياء المعدنية الضخمة المخيفة لا أعرف طاق طاق كيف تتوقع من طرزان أن يؤدي دوره كبطل همام وأحد مساعده جبان شه هل سمعتم هذا؟ هذا أجري هنا إلا هم هناك يحترق هناك خطب ما هل تعتقد؟ حاول هذا المجنون دهسانا أعني ألا ترى أن هذا خطر؟ حليلاً لا السائق يواجه مشكلة قلت لك حاول أن يدحسن ألم تسمع ما أقول؟ هلا أخبرني أحد ملاهي أبي ما هذا الصوت العالم؟ أبوضع أبوضع رجاءً لا توثدي من فضلك لقد حاولت ولم أستطع أعسف يا سيد ماركو حاولت أن أنهي عملي ولكن لا عليك يا والتر سنكمل العمل حتى تشفى تنفسه غير منتظم لديه طفح جلدي غريب إنها نزلة برد بسيطة على كل سأدرس عينة بسيطة إن هذا من سوء حظنا والتر من أكثر رجالي صحة أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث وما هو؟ أنت أنا؟ نعم أنت أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة يبدو أنك أطلقت نوعاً من الفيروس أو البكتيريا الكامنة أرى إلى ما ترمي تحاول أن تخيفني كي تبعدني لن ينجح هذا أخرج من معسكري سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبداً لقد تخلصنا من جرافة تخلصنا من جرافة لكن إذا سألتني؟ أنا لن أسأل نعم وهذه مشكلة تتكرر كثيراً على كل أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسلل الفشلة بلد ليك فكرة جيدة أسف أسف لا تشغل بالك يا طاطع إنه شيء مثير ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحداً واحداً بلا هوضع لن يكون هناك داع لهذا يا توكا سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجاله ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلاً أنا أعرف ما تعني إنها الحقيقة عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض وواحد منها على الأقل مميت مميت بلا شك علينا أن نحذر ماركم ورجاله قد فعلت بالفعل لكنني لم أمسط أصابهم الفيروس بسرعة وقوة أبي ما رأيك يا بروفوسر؟ حالتهم سيئة للغاية سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج علينا أن نبحث عن علاج أبي انتظري يا ابنتي الأمر ليس بهذه السهولة أبي أنا لست بخير حبيبتي ستكونين بخير أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي سنساعدك أنت رجل طيب ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج لابد أنك تمزح هل ستذهب لمساعدة ماركم حقا؟ إن رجاله مرضى وماذا سيحدث إذا علجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكراً يترزعاً؟ ويرحل عنهنا؟ لا أعتقد هذا سيواصل قطع الأشجار احتمال ونحن لا نستطيع إيقافه لكن علينا فعل الصواب سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم أنا لا أريد أن أدو قاسية لكن هذه مشكلتهم هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك توكا ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان سعيداً في الغابة؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه توكا ماذا عن أبي؟ أبي؟ ابنة ماركمة صغيرة تعنيين الفتاة ذات العينين الواسعتين والابتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضاً لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بانا لنبدأ العمل ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهرة واحدة واحدة وألقت بها في النار وكانت تقول سيعود إليه لا لن يعود سيعود إليه رفقاً يا أبي استريحاً قليلاً جين هل ستتحسن حالتي؟ حسناً لقد أعدني أبي بالتواصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل أبي أيضاً لم يخذلني من قبل سنكون جميعاً بخير بلا شك أوامر الطبيب أن ترتاحي أمرك أرجوك لا تخذون يا أبي يمكن التواصل إلى علاج لكن أحتاج إلى هذه المكونات سأبحث عنها انتظر أعرف الغابة أكثر منك طرزان حياة ابنتي في خطر سنذهب سوياً اشتركوا في القناة كم تبقى؟ اجمع العصارة سأتولى أمر بوتو محمتي أسهل من محمتك اشتركوا في القناة هل أنهيت؟ لقد أنهيت لقد تماديت عندما جذبت ذيلة هذا هو المكاون الأخير نعم الزهور في مكان ما هنا أقصد كانت هنا هل هذه الزهور تم هنا فقط؟ هذا صحيح ما الذي فعلته؟ أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك لكنك ارتكبت خطأاً خطأاً فاتحاً النبات المشعة نعم عشب المستنقع عصارة شجرة الدورنبا أهلاً يا أبي كيف حالك يا أبي؟ ليس جيداً هل قرأت لي قصة؟ نعم بكل سرور يحكى أن في مملكة بعيدة ماذا؟ من أين جئت بهذه الزهرة؟ من الغابة أنا سيت يا إلهي إنها الزهرة التي نحتاج إليها سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي؟ كل شيء التالي استعد يا فتى التالي إنني يا سيد ماركم أشعر بتحسن تام يسعدني سماع هذا رائع أقول لك ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل إهدايتك هذا ما يحدث عندما تسر على أن تفعل الصواب ودكونا طيبا توكا عليك أن تعيد التفكير يا فتى عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف توكا أحرزوا على أن تغطوا هذه المنطقة هيا يا رفاق الوقت يسرقنا كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها إنهم يزرعون والآن هيا ازرعها على عمق في الأرض هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بزور الجميلة ما رأيك يا أبي؟ نامسى دورك أنا؟ ليس دوري لم أكثر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العشرة انتظري لا أعرف كيف أشكرك ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف سأفكر في مشروع أقل تدميراً أكره أن أفكر فيما كان يمكن أن يضيع بسببي على الأقل لم تفقد ابنتك سأمسكه انتظر علي أريد أن أتمنع بمحكم انتظر انتبه دوري لا فرصة